إلا الله إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يوم الجمعة يا إخوتي عيد المسلمين وهو يوم أيضا مميز أنه يوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأننا نحن نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتنا وفي صلواتنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نكثر من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة لأن صلاتنا تعرض عليه فأحببت يا إخوتي سبحان الله جاء الأمر لوحده يعني كنت محتارا ماذا أخطب هذا اليوم الإنسان يعني أمور دقيقة جدا اختيار الخطبة من أصعب الأمور يا إخوتي أنا لا أريد أن أتكلم معكم في أمر يعني لا تشعرون أنه عندكم بحاجة إليه وخصا في هذه الظروف السيئة التي نعيشها حال الأمة الآن من أسوأ يعني ما يمكن أن لعشناه نحن ربما كان هناك حال الأمة أسوأ من هذا لكن بالنسبة لنحن الذين أحياء الآن لم يمر علينا يوم أسوأ من هذه الأيام بالنسبة للأمة ولكن ما الذي أختاره لكم فما وجدت خيرا أن أختار لكم كنت أقرأ في كتاب هذا الكتاب اسمه العقيدة والعبادة والسلوك وهذا الكتاب من تأليف العلامة أبو الحسن الندوي لا أدري إن أحد منكم يعني قد سمع بهذا العلامة الكبير هو علامة الهند وعلامة العالم الإسلامي وأول رئيس رابطة العالم الإسلامي هذا عالم كبير من الهند علماء الهند كبار منهم يعني مشتهدون وهذا كان يعني رجلا يعني داعية خركية مبدعا شاعرا فيلسوفا مفكرا كتب الكثير من الكتب يعني سبحان الله هو من الهند ولكن عندما سأقرأ لكم من كتابه الآن تعجبون من هذه اللغة العربية التي يتكلم فيها هذا الكتاب يا إخوتي هو كتاب مختصر يجمع هو أراد أن يكتب كتابا في عصره يعني مثل الكتب التي كانت جامعة جامعة لكل إسلام الإسلام هذا الدين العظيم الذي هو منهج للحياة متكامل يخلئ العقل ويريح النفس ويوافق الفطرة فيملأ القلب طمأنينة دين عظيم متكامل من جميع النواحي ووصفه لهذا الدين بمراحله الثلاثة تعرفون أن هذا حديث جبري عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان أي العقيدة والعبادة والسلوب فأراد أن يختصرها باختصار موجز في 200 صفحة فعندما كنت أقرأ فيها البارحة وجدت فيه كلاما طيبا عن سيدنا رسول الله ونحن بأشد الحاجة الآن أن نعمق علاقتنا مع رسول الله حتى كأنه يعيش معنا إذا كنت تعيش في يومك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معك باتباع سنته في استيقاظك وإفطارك وعملك ونومك فحينها ستشعر بالصلة مع الله سبحانه وتعالى عبر سيدنا محمد فانظروا هو يؤكد على هذه الناحية عندما يشرح الدين الإسلامي كصبغة صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الله صبغ هذا الدين فيتكلم عن ناحية مهمة جدا فيقول أما فيما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا كل كلمة لها دور فالحاجة إلى العناية بهذه الناحية أشد أقوى هذا حين وقته وأنا أقول لكم هي أشد أقوى الآن من ذلك الوقت فلابد من تقوية الصلة الروحية والعاطفية ليس فقط الصلة العقلية عن طريق قراءة الحديث والسنة بل قال الصلة الروحية والعاطفية بالنبي صلى الله عليه وسلم والحب العميق له الذي يؤثره يعني أنت تؤثره على النفس والأهل والولد إذا لم تكن تكن تؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادك وعن نفسك وعن أهلك فقد قصرت كما جاء في الحديث الصحيح ما هو الحديث قال قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وبحديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه إذن تؤثره على النفس والأهل والولد والإيمان به كخاتم الرسل وإمام الكل ومنير السبل والحذر من كل العوامل والمؤثرات التي تسبب تجفيف منابع هذا الحب وإضعافه على الأقل وتحدث جفافاً في الشعور وضعفاً بالعمل في السنة أنت متى تلتزم بسنة رسول الله الحب هو الذي يدفعك فأنت تقول حب فتلتزم أن الحب هو أقوى دافع للانتزام لا يوجد نعم يا إخوتي فقال أننا نضعف في العمل في السنة ولا نتجرأ في القول ولا ننصرف عن الافتخار به صلى الله عليه وسلم والولوع بدراسة سيرته وحديثه وكل ما يحرق هذا الحب ويغذيه إذن واجب عليك يا أخي أن تسعى إلى كل شيء يحركك إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة ماذا أدبه وسيرته العطرة ويدل التأمل في صورة الأحزاب وصورة الحجرات وصورة الفتح وغيرها على أن المطلوب من المسلم في حق رسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يجوز أن يسمى بالصلة القانونية يعني أنه والله صلة حرفية بل أنه خلاص أنا أفعل ما يأمر به الإسلام وهي الطاية الحرفية فقط بل مطلوب الأدب يجب أن تكون مؤدب مع رسول الله الأدب النابع من القلب الأدب هذا شغل دقيق جدا يا أخوتي ما يعرفها إلا المجامل يعني حتى في التزام السنة هنا يجب أن تكون في أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتصوره معك أنت وتقوم في سنته وتقوم بها بأدب وبحب الأدب النابع من القلب والحب المتغلغل في الأحشاء وما يعبر عنه القرآن بالتعزير والتوقير وتعزروه وتوقروه وهو الذي مثله الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم وسيرتهم نعطي بعض الأمثلة قال قصة خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة في وقعة رجية وقد قال أبو سفيان بن حرب لزيد بن الدثنة حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك ما أجابه قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلك فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وتترس أبو دجانا بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل وتترس طلحة بن عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غذوة أحد بيده يق النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت أنامله وشلت يده وقد أصيب في غذوة أحد زوج امرأة من بني دينار وأخوها شوف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة من بني دينار زوجها وأخوها وأبوها فلما نعو لها قالوا لها أن نستشهد زوجك وأبوك وأخوك فقال ما سألت عنهم قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان وهو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال سعد بن أبو وقاس فأشير لها إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل ما في مصيبة عنك الخاصة صلى الله خلص لا ولد ولا زوج ولا غير ولما رأى عروة بن مسعود الثقافي رسول قريش شأن الصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم في حبه وطاعته وكان إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له قال لأصحابه حين رجع أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا فوصف لهم ما رآه أمثلة كثيرة في الحديث والسيرة وامتاذ بهذا الحب وكان له فيه النصيب الأوفر كل من تشبع بروح هذا الدين هذا الدين معجون عجل يعني ملفوف لف ما أجل أقول لكم يعني مختلط بعضه مصنوع بصناعة متقنة دين العقيدة مرتبطة مع العبادة مرتبطة مع الشلوك مرتبطة مع الحب نابع كلها من الحب نعم وأراد أن ينفع به الإسلام والمسلمين من العلماء الراسخين والمصلحين والمجددين والقاضى المصلحين وهذا الحب الخاضع لأحكام الشريعة وآدابها نحن طبعا نحبه لكن وفق أحكام الشريعة وآدابها والمتأسر بأسرة الصحابة يعين على الاتباع الكامل والاستقامة على الشريعة ومحاسبة النفس الدقيقة الأمينة والطاعة في المنشط والمكره ويزيل الأمراض النفسية التي تشوع الآن ويزكي النفس ويهذب الأخلاق فإن موجة الحب تجرف بالحشيش وتسريف النفس سريان النار في الهشيم وقد أصبح المسلمون بعدما كانوا مع الحب لله ورسوله شعلة من الحياة وجذوى من النار كانوا وقتها عندما ابتعدوا عنه أصبحوا كما هو حاليا كما ترون نسأل الله أن يغير هذا الحال اللهم يا رب حببنا برسولك وذدنا حبا فيه واجعلنا يا رب العالمين نتمثله معنا ونراه في قلوبنا ونراه في منامنا اللهم يا رب في كل لحظة وفي كل عمل نقوم به حتى يذكرنا بك يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله العظيم